مرحبا بكم أبنائنا الطلاب في المحاضرة السابقة تكلمنا بصورة سريعة عن الهوموجينيس نيوكلياشن والهيتروجينيس نيوكلياشن حنشاهد دلوقتي فيديو بتحدث فيها عملية هيتروجينيس نيوكلياشن في هذه الحالة بيتم إضافة بلورات سابقة الإعداد إلى المحلول عند مرحلة السوبر ساتوريشن وبعدها تبدأ البلورات في النمو ظروف التشغيل المختلفة لنفس المركب من حيث التغيير في التركيز ودرجة الحرارة تؤدي إلى تكوين مركبين مختلفين تماما الشكل اللي أمامنا هنشوف دلوقتي عملية البلورة لدينا two solutions they are different in color لكن الكمبزيشن is the same لو ملاحظين دلوقتي طم إضافة بلورات سابقة الإعداد للمحلول فوق المشبع ثم بدأت الحرارة في الإزدياد زي ما شايفين دلوقتي ضمننا عندها رصول المحلول إلى مرحلة السوبر ساتوريشن ثم بواسطة التبريد بواسطة خفض درجة الحرارة لو ملاحظين درجة الحرارة في انخفاض تبدأ جزيئات المحلول بالطراص بصورة منتظمة وتكون نواة تبدأ هذه النواة في النمو زي ما ظاهر أمامنا في الفيديو وتنمو تنمو إلى أن نتحصل على الشكل اللي أمامنا هذه البلورة هي عبارة عن مركب يسمى أسيتومينوفين فورم A وهي عبارة عن طراص ملايين الجزيئات مع بعضها البعض بالشكل اللي أمامكم نفس السليوشن نحن حنسبب أو حنعمل عملية كريستاليزيشن أيضا أضيفنا تبدأ عملية نيوكلييشن بدأنا الهيتين ضمننا كومبريت كومبريت ديزولفين المحلول دي الوقت في مرحلة السوبر ساتيوريشن بدأنا بالتبريد بمعدل مختلف معدل التبريد هنا يختلف فتبدأ الجزيئات نفسها هي نفسها اللي موجودة في المحلول السابق وتبدأ تتراص في هذه الحالة بصورة مختلفة لاختلاف طريقة التشغيل ولاختلاف ظروف العمل فتتراص الملايين منها أيضا وتعطينا بلورة مختلفة تماما من تلك التي تحصلنا عليها أولا أسيتومينوفين فورم B فنفس المحلول نفس التراكيز لكن مع اختلاف ظروف فالتشغيل نتحصل على two different designs خلينا نقول للبلورات أسيتومينوفين فورم A وأسيتومينوفين فورم B ترجمة نانسي قنقر